الحقيقة النادي الأهلي كهان كبير كلنا بنتشرف به في جميع المحافل سواء المحلية أو الإفريقية أو العالمية عشان كده دايما بنقول الحمد لله على نعمة الأهلي طبعا زي ما حضراتكم عارفين أن البطل بيدخل بطولة وراء بطولة مفيش وقت للراحة جعنا من كاس العالم للأندية في المغرب خلاص كل التفكير في القادم القادم هو مواجهة الهلال السوداني إن شاء الله يوم السبت مواجهة صعبة ليست بالمواجهة السهلة مجموعة إحنا حنواجه الهلال السوداني في مرحلة دور المجموعات وهي مرحلة الجد للبطولة الإفريقية انتلاقة النادي الأهلي في البطولة الإفريقية من المفترض أنها ستكون رسالة قوية لكل المنافسين في البطولة نحن موجودين نحن عايزين هذه البطولة ومصممين على استعادة اللقب الإفريقي والعودة مرة أخرى إلى كاس العالم للأندية لأن البطولة في الموسم الأخير سلبت من النادي الأهلي في ظروف زي ما حضراتكم عارفينها مواجهة الهلال يمكن الكل يعلم أن مواجهة النادي الأهلي مع نادي الهلال السوداني الشقيق الكل اعتد عليه في البطولات الإفريقية هي مباراة كلاسيكية ما بين أشققنا في الهلال والنادي الأهلي أخواتنا في الهلال الحقيقة خسروا المباراة السابقة أمام سانداونز وعشان كده هذه المباراة لن تكون سهلة مطلقا هيكون فيها ندية كبيرة جداً لاتفرج على مباراة الهلال مع سانداونز هيعرف أن النادي الهلال فريق كبير هو طول عمره فريق كبير نادي الهلال ولكن مجموعة اللاعبين اللي موجودين عندهم مجموعة لعبين جيدين إن شاء الله خلال الأيام القادمة هنوري حضراتكم ولكن الهلال أكيد بيطمح مليون في المية لو أنا مكانهم حبقى عايز أكسب النادي الأهلي بأي طريقة وحقق نتيجة إيجابية كبيرة على نادي الأهلي زي ما النادي الأهلي بيفكر في البداية فالهلال خسر بقى البداية مع سانداونز في جنوب إفريقيا وهما مقبول بالمناسبة أن الهلال يخسر من سانداونز في جنوب إفريقيا سانداونز أحد أبطال هذه البطولة لكن بدايته الحقيقية هما بيفكروا كده نادي الهلال بيفكروا كده إنه إحنا عايزين نكسب النادي الأهلي حقهم طبعا خصوصا إن المباراة تقام على أرضهم ووسط جماهيرهم المتحمسة دائما وأحلى جماهير من أحلى الجماهير الحقيقة جماهير نادي الهلال السوداني لأنهم عايزين يسعوا لتعويض الخسارة الماضية أمام سانداونز لكن في الوقت نفسه إحنا أهلوية عندنا ثقة كبيرة جدا في لعبتنا وجهازنا الفني لحظ مش نقطة لا التلات نقاط إن شاء الله إن شاء الله أتمنى طبعا كرة القدم فيها التلات نتائج الهزيمة والمكسب والتعادل ممكن يكون فيه إرهاق بسبب تلاحب المباراة وأنا تكلمت مع حضراتكم في القصة دي مبارح قصة كل سنة في الفترة الأخيرة الأهل بيلعب في كاس العالم للأندية بيرجع من كاس العالم للأندية بيلعب كل يومين يومين والتالت ماتش يومين والتالت ماتش زي ما جبنا لحضراتكم لو الجدول معنا ساميلا سمحت حطونا الجدول برضو مزدحم ما قبل كاس العالم وما بعد كاس العالم لأنه من مباراة المباراة دون راحة بس هو ده قدر البطل قدر النادي الأهلي دايما أنه يكون جاهز ومستعد للفوز في كل الأوقات بالمناسبة هذه هي شخصية النادي الأهلي وخصوصا مع السويسري مارسيل كولر اللي بيدخل كل مباراة على حدة لا يبحث إلا عن الفوز فقط أيضا من الأمور اللي بتصعب مواجهة الهلال هي الغيابات اللي بيعاني منها النادي الأهلي بنتكلم في عمر السولية وإحنا بنتكلم مباراة الأهلي المقبلة السبت 18 فبراير 21 25 28 24 مارس 7 مارس 11 مارس دي مباراة النادي الأهلي خلال الفترة القادمة بعض الإصابات في عمر السولية خلال عفتاح للإيقاف أكرم توفيق طبعا كريم فؤاد وبرونو سافيو ومصطفى شوبير لكن كما جرت العادة دائما كلمتنا الطبيعية الأهلي دائما بمن حضر